اشتركوا في القناة اوخط فيها لصالح قوى غير وطنية اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وانهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد ان اعادوا اكتشاف قوة وصلابة الانسان المصري واعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الاصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة منذ عام 2013 وحتى الان انتقلنا من حال الى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الامان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد ان كانت تعصف بها الرياح خلال تلك السنوات قضينا على الارهاب رغب صعوبة الامر وجسامة التضحيات بيننا اساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد ابناء مصر الاشداء لم نترك قطاعا الا اغتحمنا مشكلاته المعقدة وازماته المتراكمة لم نهب المسئولية ولم نتجنبها متركين قدر وامكانات شعبنا العظيم واليوم رقف على ارض صلبة دولة مؤسساتها راسخة يعوم فيها الامن والاستقرار في محيط اقليم مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات دولة تعمل بكل طاقاتها ليلة نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم الى مالك بقدر الانسان المصري وتشيد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والرأي وانشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ والربط بين جميع عنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة شعب مصر الابي لا يخف عليكم ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الاخيرة فما بين الحرب الاسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الانسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأضار وجهه عن عشرات الألاف من الضحاية الأبرياء والمشردين والمنكبين وبين محاولات خبيثة لفرد التهجير القصري نحو أراضي مصر كان موقف مصر نبيلاً وشريفاً ووطنياً لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أتيت من قوة وعزم وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام ساعة التهجير وأسمع صوتها واضحاً جلياً حمايةً لأمنها القومي ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني شعب مصر الكريم إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلي القدير لا رجعاً عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين هنا أتوجه بالحديث إلى كل المصريين لكل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على التساع الوطن أقول لهم أنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأكد لكم أن شغل الشاغل والأولية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام وفي الختام أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمناً لبقاء الوطن وحمايته نشد على آياد أسرهم ونقول لهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحه لأجله وسنعمل جميعاً على بناء وطن قوي كريم يليق بحجم التضحية التي ستظل تاجاً فوق رؤوسنا ينير لنا الطريق نحو المستقبل الذي نتطلع إليه أشكركم ودائماً وأبداً وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة